المترجم للقناة 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 بأنه في هذه المنزلة فما تنظن شاك سيحمد كي شي حاجة من غير الهجوم ومن غير الفوز لأنه تلعب مع تنزانيا وتلعب مع الفرق أخرى فتنظن بأنه جاء الوقت نحن كان هدرو دبع للفوز إن شاء الله سيحمد بالكأس الإفريقية الغالية فمرة أخرى تنظن بأنه اللقاء 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 سيكون صعيب ولكن في نفس الوقت لا شيء مستحيل لأنه نحن كان فيت فيزنا على الفريق التنزاني كان عارفهم زيان كان عارفوا اللاعبين وكان عارفوا نقاط القوة دياله ونقاط الضعف فهذه أمور إن شاء الله اللي تنتمنى بأنه لستاف برئاسة سيري جراغي وسيب المحمود وسي أمزين يكونوا يعني عارفوا النقاط اللي يخليوا الفريق يكون فيز باش ننفكروا لأنه اللقاء 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 هو المفتاح السيحمل لأنه سيادة داورات إلا فيزتيف اللقاء الأول فكتنظن بأنه يكون محدك غادي ومحدك تتعرف يعني الخبايا ديال الكمبيتسيون كاملة وكتعرف بعض الأمور اللي إن شاء الله غادي تخليك تبشي بعيد في هذه التظاهرة القبرى السيحمل السعب الحق كان عارفوا المجموعة السادسة اللي قدم المنتخب الوطني المغربي منتخب الكونغو منتخب زامبيا وطنزانيا فالمنتخب الوطني غا يواجه طنزانيا يوم الأربعة المقبل يوم الأحد غا يواجه منتخب الكونغو هو يوم الأربعة أيضا غا يواجه منتخب زامبيا كيف كتشوف يعني هذه المنتخبات اللي كيتواجد مع المنتخب الوطني المغربي وطنزانيا سيحمل تشوف هاد الكونبيتسيون بحالة وكور فطنزان بأنه وخصنا نمشيوا لقاء لقاء لأنه لا الكونغو ولا الزامبيا كان عارفوهم وستن عارفو الكورة يعني من اللي كان نهدروا على الكونغو كان عارفو هاد الالفراقي هادو فطنزان بأنه اللقاء الأول نمشيوا ماتش ماتش لأنه مليكة تلعب الماتش الأول إلاو كتار بزاف دي الأمور كان دون بأنه غادي لعب الكونغو مع الزامبيا هناك بزاف دي التغييرات اللي تتوقع في يعني في الكونبيتسيون فتنظن بأنه اللقاء الأول غادي يكون اللقاء لي ماشي سهل وغاية الصورة غاية الصورة وغايبان وغادي نعطي لك سعال خلاصات وغايبان يعني مستوى المنتخب الوطني فهل كأس عبر صحيح وغادي نشوف المستوى وغا نشوفه حتل الفرق الخرى لأنه اللي كتكلم على الكونغو ولا زامبيا فغاقصنا نشوفهم يعني ماشي نحن كمتتفرجين أو محللين أو خصك تشوف بعد اللقاء وتشوف الفرق كديرا يعني واش عندهم بلان فورم واش تشوف أخطاء واش وككي بندت يعني كين الحمد لله ده بالفيزيوناج وكناعرفه لأنه حتل اللقاءات غادي تبعه وتعرف المستوى دي هذا الفرق الفرق الوطني إذن سعبد الحق انت متفائل في آخر سؤال انت واش متفائل لحضور المنتخب الوطني الفوز باللقاء واشوف أسي حمد كما كنقوله حدا أول حاجة يعني فرحاني لهذا الكأس دي الإفريقية اللي غا تنطلق اللي انطلقت كما شرطي الفرق الوطني الآن الكل يرشح الفرق الوطني لأنه دهر بمستوى يعني مستوى كبير في قطر وحتى الترتيب ديالو لأنه هو أول واحد كان في الترتيب الإفريقي تنظن بأنه بزاف ديالأمور كتخلينا نكونوا متفائلين كما شرنا وقال غالاء في الكوديفور وكما شرطي سيحمد ولكن فرق الوطني اللي بنجومه بالسطاف ديالو باستقرار ديالو هناك نقاطة كتيرة اللي كتخلينا نكونوا ان شاء الله مرشحين وكنتمنوا وكنتمنوا بأنه الكل يكون مع الفارق الوطني ويشجع الفارق الوطني ويدعي مع الفارق الوطني لأنه الآن وصلنا لنقطة سيحمد لأنه ولنا الحمد لله كان نهتم بالدعاء وبردات الوالدين وبالنية وهذا أمور اللي إن شاء الله تنظن بأنه هذا الكاس إن شاء الله غادين غادين خرجوا منه بحالي خرجنا من القطر فرحانين هزين رأسنا ومتمنيتنا بأنه الفارق الوطني عاود يخرج هذا الشعب المغربي كامل الشارع ها وهم اللي تشوف سيدنا خارج فتنظن بأنه الرياضي الأول كنظن بأنه هذه نقطة اللي كانت منه ونشوفوها ويعبرنا على الفرحة ديال الشعب كامل اللي كيخرج للشارع ويهتف ويقول هذا فتنظن بهذه نقطة مع مره هاد أمور هاد سعب الحق به شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة على قناة شوف تي بي وهكذا مشاهدين كان قيو إنهي وهذا اللقاء الخاص اللي كان عندنا مع اللعب دولي السابق والإطار الوطني سعب الحق به للحديث عن كأس إفريقيا وحدود المنتخب الوطني المغربي للفوز والضفر بهذا اللقاء كان عشو بأن كرة القدم الوطنية وخزينة المملكة المغربية يالله كان كأس واحد ويتيم في هزبي المنتخب الوطني سنة 1976 متمنيتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي وهكذا مشاهدين هنهيو هدى اللقاء الخاص اللي كان عدنا كما قلنا مع اللاعب الدولي السابق والإطار الوطني سعب الحق به شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء